الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله إن الظلم ظلمات اليوم القيامة وإن للظالم موعد لن يخلفه واجتماع الظالم بالمظلوم لا بد منه قد لا يستطيعك الظالم المظلوم اليوم ولكنه سيستطيعك غدا بين يدي من لا يظلم عنده أحد أرض المحشر عباد الله أرض العدل والعدالة قال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم بمعنى أن وقت الظلم انتهى وجاء وقت القصاص لا يحسب الظالم عباد الله أن الله أمهله لأنه ذو مكانة عنده ولكن الله حليم لا يعجل بالعقوبة حتى إذا وافاه العبد يوم القيامة اقتص منه للمظلوم قال تعالى ولا تحسب أن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافئدتهم هوا يؤخرهم الله لليوم الذي يهانون فيه ويخافون وتكون القلوب كالهواء لا أمان فيها ولا طمأنين أيها الناس إن فره الظالم اليوم طرف موهوم ساعاته تنتهي سريعا ثم إلى فزن وخوف يتمنى يومها أنه ما كان ولم يكن قد لا يستطيعك يا عبد الله المظلوم اليوم لمنصبك لمالك لجاهك لنسبك لبلدك أو لغير ذلك من أسباب العزة المهومة ولكن يوم القيامة ستغف بين يدي من لا نسب له مع أحد من لا تنفع معه الأعدار المكذوبة ولا يقبل الواسطة ولا تستطيعه الدول والقبائل لا أحد يستطيع في هذا الموقف أن يتدخل بينه وبين العباد أتعلم أيها الظالم إلى من يشتكيك المظلوم إنه الله إنه العزيز إنه الملك القادر القدير إنه ذو العلو والجبروت سيأتي خصماؤك من كل ناحية بين يدي الله سبحانه وتعالى وكل منهم يطلب حقه الخادم الذي ظلمته والعامل الذي أخذت حقه والضعيف الذي استقويت عليه سيأتي من تكلمت فيه بالمجالس وهو غير موجود ومن استهزأت به وأضحكت الناس عليه ومن شككت به ومن اهتقرت وعلوت عليه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتغي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وقال صلى الله عليه وسلم اتغوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم وذكر منهم المظلوم عباد الله إن الله عز وجل في هذا اليوم يقتص من الجميع بعده حتى من البهائم يقتص من قوينها لضعيفها يقتص من الشات القرناء للشات الجلحاء فكيف بابن آدم وكم من إنسان في الدنيا له قرون ينطح الناس بها قرن المنصد وقرن المال وقرن الجاه وقرن النسب وقرن الدولة وقرن المل وكل ذلك سيكون عليه يوم القيامة يوم القصاص يوم العدل يوم لا تظلم نفس شيئاً عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب أتعلمون من عمر إذا ذكرت القوة فاذكروا عمر وإذا ذكرت الشجاعة فاذكروا عمر وإذا ذكر الملك والخلافة فاذكروا عمر قال بقول العاقل العارف يا ربه قال ذكر الموت يمنعني من كل ما أريد ولولا يوم القيامة لكان منا غير ما ترون الله أكبر هل تعتقد يا عبد الله أن عمر أن عمراً لا يستطيع الضل جمع الله له بين القوة والشجاعة والملك ولكنه عرف أن هناك موعداً للقصاص وأنه موقوه على ما يعمل لذلك قال ما قال أيها الظالم اليوم عمل وغداً الجزاء وأنت من يحكم على نفسه بارك الله لي ولكم قرآن العظيم ونبعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد عباد الله إلى من ظلم الناس إلى من ظلم الناس اليوم أنت في زمن المهلة تستطيع أن ترجع الحقوق لأصحابها لكي تبرأت دم أمام الله فاجهد نفسك في تخلصها من الموقف لا تقل هذا خادم أو عام أو ضعيف لا يستحق فما هذا الكلام والله إلا من الشيطان الذي يرجو أن تكون معه في المصير اليوم يوم العمل وغداً تكون النتائج والمحاسبة واعلموا يا رحمكم الله أن الله عز وجل أمركم بأمر ابتداه بنفسه العليا وثنى بملائكته وثلث بأمر المؤمنين قائلاً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك محمد وارضى اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر الصدير وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي الصبطين علي وعن سار أصحاب نبينا أجمعين وعنا بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم وفق إمامنا وإمة المسلمين جميعاً لكل خير اللهم اخذ بنواصيهم للبد والتقوى اللهم واصلح عوانهم وإخوانهم وجميع شعبهم اللهم موفق لتطبيق شرعك في أرضك يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائذ القربى وينهى عن الفحشاء والممكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون